السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم تابعيني على قناتي صفرة مصرية. النهاردة عامل معاكم برام الحمام. برام فلاحي طعمه حكاية. زي ما انتوا شايفين الحمام دايب وكميل جدا جدا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا جوز حمام. فتحته من الظهر وتابلته بالملح والفلفل والبهارات. هحطه في الطاصة. بعد كده نعمل التابيلة اللي هنزبط بيها الحمام. عندي هنا رشة بهارات صغيرة. رشة ملح. مكعب مرأة. بصلة كبيرة او بصلتين متوسطين. واحط نص كباية مية صغيرة. وهبدا ان انا اعمل التابيلة بتاعتي انا عامها حولس. في الكبه زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بيها على الحمام على طول. واحط معلقة سمنة صغيرة. واحط الحمام على النار. على نار متوسطة لحد اما ينزل المية بتاعته ويتشرب تماما. زي ما انتوا شايفين خلاص دخل في السواء. هقلبه على الوش التاني. واسيبه لحد ما يستوي. ديكون السواء تلتة اربع سواء. تعالوا بقى نجهز الطاجن اللي هنعمل فيه البرام. هادي هنا كباية رز او مك رز. رشة بهارات. رشة ملحه صغيرة لان وناخد بالنا ان احنا حطين في الحمام ملح ومكعب مرأة. فنقلل الملح على قد ما نقدر. واحط معلقتين صمنة. وبعد كده هنزل بالحمام بعد اما المية بتاعته تشربت. وهنزل بالسوص ده شايفين عامل ازاي. السوص ده بيخلي الطعم الطاجن حلو جدا. بعد كده هحطولهم معلقتين اشطى. عشان بيخلي اللون الوش بتاع البرام حلو جدا. والطعم بيبقى غني وطري. بعد كده هنزل بتلت تلت ربع كيلو لبن. ممكن استعمل لبن معلب زي ما انتو شايفين او اللبن الحليب اللي من عند اللبان برضو بيدي آآ طراوة للرز وبيخلي جميل جدا. واول ما يطلع ما شاء الله زي ما انتو شايفين طالع حكاية. آآ يكون الفرن سخن جدا جدا. ونحطه لحد ما نحس ان هو بدأ يتشرب نوطي عليه لدرجة 180 فقالنا منعمل كيك. ونسيبه حد ما ياخدوا اللون ده ونطلعه. ما شاء الله طالع شكله حلو جدا ورحته رهيبة. والحمام دايب زي ما انتو شايفين لحمه دايب كده. وطعمه مختلف قوي. ينفع ان نعمل نفس الطريقة مع آآ فراخ او ممكن نعملها باللحمة. نفس طريقة البرام دي ينفع نعملها مع اي حاجة.